موسيقى 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 سلام عليكم شهدت المستودعات المفتوحة على هواء الطلق لمجمع سوفاك على مستوى قاعات العرض الرئيسية بمنطقة الرياح الكبرى بالشرق بالعاصمة تكدس مئات السيارات من علامة فوكسفاغن المركبة في الجزائر هذه السيارات من نوع غورف سبعة وفوكسفاغن تم تركيبها منذ مدة في مصنع فوكسفاغن بغلزان وبسبب المتابعة القضائية التي طالت مدير مجمع سوفاك سيد مراد علمي أمرت المحكمة بتجميد جميع عمليات البيع والشراء على مستوى مجمع سوفاك مع جعل مئات السيارات التي تم تركيبها ممنوعة من البيع مؤقتا حتى تنظر الحكومة في أمرها وتفيد المعلومات أنه من المحتمل أن تباع هذه السيارات إما للزبائن الذين طلبوها وتوضع الأموال في الخزينة العمومية لتعويض عن الأموال التي استلفها مدير مجمع سوفاك من البنك ولم يتم تسديدها بعد أو أن تسلم هذه السيارات للهيئات الرسمية والمؤسسات الدولة وفي الأخير نهار يبغوا يبيعوا هذه السيارات للزبائن رانا نقول لكم تاريخ البيع والمكان والسعر ما تنساش عزيز المشاهد تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك آخر الأخبار السيارات في الجزائر سلام